السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله نحل اسئلة كتاب المعاصر concept 1.2 lesson 1 ندخل على السؤال الاول choose the correct answer to know if a cup of water is hot or cold we need to use the sense of عشان نعرف لو في كباية عندنا كباية مية سخنة او ساعة لازم نستخدم we need نحتاج ان نستخدم the sense of a نستخدم انهي sense sense of sight hearing smell or touch يبقى انا عايز اعرف الكباية ساعة ولا سخنة يبقى كده هاستخدم ايه هاستخدم التاش ما انا هلمسها الاول هلمسها عشان نشوف ان كانت ساعة ولا سخنة يبقى to know if a cup of water is hot or cold we need to use the sense of touch طيب نمبر 2 we can distinguish between water and milk through يعني ايه distinguish نلاقي كلمة distinguish دي بتقابلنا يعني نفرق كلمة distinguish دي يعني نفرق يبقى لما نيجي نفرق بين الووتر and milk كبين المية واللبن through ايه من خلال ايه test and hearing test يعني نتزوقها ونسمعها هينفع نسمع الووتر ونسمع الملك ولا sight and hearing نشوفها ونسمعها برضو ولا smell and hearing برضو نشمها ونسمعها ولا test and sight ندقها ونشوفها فعلا test and sight يعني طبعا test المزاق بتاع الووتر غير بتاع اللبن والsight لون الووتر شفاف ولون اللبن أبيض اللي بيفرقني بين الووتر والنلك هو test and sight طيب number three the sensory organs of a dolphin help it to do all of the following except خلي بلنا بقى من كلمة except دي أو بيقول لنا sensory organs احنا قلنا sensory organs دي يعني أعضاء الحس يعني الأعضاء بتاعت الإحساس بتاعت الدولفن بتساعده يعمل كل حاجة من دول ما عادة حاجة واحدة بس بقى بتساعده في ثلاث حاجات هل هي بتساعده survive؟ آه بتساعده to survive عشان يعيش find new food هل تساعده إنه لا أكل؟ آه تساعده إنه هو يلاقي أكل؟ هل بتساعده protecting itself under water ليحمي نفسه تحت المية؟ طبعا بتساعده يحمي نفسه تحت المية طب هل بتساعده أصلا finding water؟ يعني إيه finding water؟ هو يلاقي مية ليه؟ هو أصلا عايش في المية بتساعده في كل حاجة ما عادة finding water معادة إنه هو يلاقي مية طيب number four if there is some salt in a dish salt دي يعني ملح لو فيه شوية ملح in a dish وديش دي يعني طبق في طبق and some sugar in another dish وعندي شوية sugar طبعا الشوية ده اللي هو السكر وعندي سكر في طبق تاني يعني أنا عندي طبقين واحد في ملح واحد في سكر you can't distinguish أهو قابلنا كلمة distinguish تاني يعني نفرق between them through the sense of a نفرق بينهم عن طريق السنس of a smell وشمهم ولا taste نتزوقهم ولا touch ولا hearing طبعا تست نعمل تست ندوق طبعا طعم الملح مختلف عن طعم السكر فبالتست هعرف نفرق بين الصوت وبين الشوية طيب question number five the five senses of humans and animals are the five senses بقى الحواس الخامسة the five senses طب هل عندي sight hearing و touch و smell and movement مع هو دول صح sight و hearing و touch و smell طب movement دي تعتبر sense لا المovement مش sense مش حاسة sight و movement وتست و touch و smell برضو كلمة movement معان ما فيش حاجة اسمها ان المovement دي من السنس و letter c test وتست و touch و movement برضو وهيرنج و smell طبعا movement لأ طبعا هنا بيقول لي بقى sight والhearing والtest و smell و touch أيوة كده هم دول الخمس حواس أو five senses بتاعتنا sight البصر والhearing السمع والtest التزوق وال smell الشم و touch هو اللمس برضو ال five senses او الخمس حواس بتاعتنا number six echo helps bats and dolphins to locate of their praise echo اللي هو صد الصوت نقولنا في الدرس في شرح الدرس ان echo يعني صد الصوت helps bats بيساعد البات والdolphin to locate وقلنا كلمة locate عشان يحدد موقع يبقى بيحدد موقع to locate a of their praise to locate او يحدد ايه بقى the location ولا the color ولا the smell ولا the taste يبقى عشان يحدد احنا قلنا the location locate the location يحدد الموقع بتاعت ال praise بتاعتها بتاعت الفرويس بتاعته وقلنا ان الدولفن والبات بيطلعوا sound waves تعمل hit لل praise وترجع لهم تاني فهو يقدر المخ بتاعته يعمل process to this information ويعرف مكان الايه ال praise بتاعتها فيه طيب number seven dolphins depend on their sharp sense of الدولفن بيعتمد كلمة depend on يعني يعتمد على their sharp sense sharp sense يعني حواس قوية قلنا sharp senses او extra ordinal senses الحواس القوي of mean to get food بيعتمد على ايه بقى الدولفن ده على site على test على hearing ولا smell ولا hearing لو ان الدولفن بيستخدم ايه للسائلين فوق بيستخدم الايكو طيب هو الايكو ده بيحتاج ايه يحتاج سمع يحتاج انه يسمع sound waves ثاني فيبقى كده عنده strong sense of strong sense of hearing عنده حاسة السمع بتاعته قوية جدا علشان يقدر يسمع sound waves بتاعت الايكو ويعرف اماكن الفريسة بتاعته تمام كده خلصنا choices ندخل بقى على true or force number one a human can identify music through ears which are the organs of sight الانسان يعرف يتعرف identify يعني يتعرف على music through ears عن طريق ears عن طريق الودان اللي هي organs of sight طب ازاي بقى ears تبقى organ of sight لا طبعا غلط المفروض ان ears هي العضو بتاع ايه السمع خلي بالكو بقى زي ما احنا قلنا في الشرح بتاع الدرس كده افرق بين الورجان وبين sense كلمة sense يعني الحسة الحسة بتاعتي هي hearing دي بسميها sense طيب الورجان يعني العضو العضو المسؤول عن الهيرن هو مين هو ears افرق كده من كلمة sense وبين كلمة organ number two the Egyptian mongos can communicate with its species by making sounds الاجبشان mongos اللي احنا اشوفنا الشكل بتاعه في الشرح بيقدر يتواصل مع ال species بتاعته مع العائلة بتاعته او الفصيلة بتاعته by making sounds ايوه صح نقولنا فعلا الاجبشان mongos دي بيعرفوا يتواصلوا عن طريق الاصوات number three the sense of hearing of dolphins is stronger than that of human الحسة بتاعت السمع بتاعت الدولفن اقوى من الانسان اه طبعا احنا قلنا الدولفن دول عندهم strong او عندها extraordinary sense of hearing اصلا اقوى من الانسان identify the color of a flower استخدم sense of smell علشان اشوف اللون بتاعت زهرة طبعا smell يعني شام يبقى انا كده ممكن اقول ايه the color of the flower ده ممكن اقول sense of sight اقول الحسة بتاعت الرؤية علشان اعرف افرق بين الالوان بتاعت الفلاور زي ما دي غلط ولو عايزين صحح نكتب هنا sight او لو هنستخدم smell نقول identify the odor of a flower عشان نفرق الرويح بتاعت ايه skin helps human distinguish between the taste of different types of food the skin الجلد هو اللي بيساعد الانسان يفرق بين انواع مختلفة بين القطعم المختلفة بتاعت الفود لو طبعا through the sense of touch كمان لا خالص يبقى اللي بيعمل اللي بيفرق بين التاست اللي هو التونج مش الاسكن العضو هو التونج والسنس اسمها sense of a of taste number six camelion uses its tongue to taste food الكاملين يستخدم اللسان بتاعه علشان يدوء الاكل ايه طبعا الكاملين بيعرف يدوء الاكل باستخدام التونج بتاعه زينا number seven foxes have sharp sense of taste to avoid danger الفوكسس عندها sharp sense of taste عندها حصة قوية من التست عشان to avoid danger عشان تتجنب المخاطر لا طبعا ما عندهاش التست عالي جدا دي عندها الهيرنج برضو عالي عشان to avoid dangers عشان تتجنب المخاطر number eight bats depend on camouflage property to find its food البات بتعتمد على الكاموفلاج على الظاهرة بتاعت الكاموفلاج to find its food عشان تلاقي الاكل بتاعها لا نقولنا ان البات depend on echolocation to find its own food بتعتمد على echolocation على الصد بتاع الصوت عشان تلاقي الاكل بتاعها زي الدولفين كده بالظبط طيب تمام نيجي ناخد نكتب scientific term لكل جملة اول حاجة بيقولنا the property that depends on the sense of hearing through which dolphins locate their praise underwater الproperty الخاصية او الصفة اللي بتعتمد على sense of hearing على حاسة السماء through which اللي من خلالها the dolphins locate the dolphins بيعرفوا يعملوا locate يعرفوا يعرفوا اماكن يحددوا موقع بتاعتها underwater طبعا دي اللي هي الايكو location ما ننساش بقى definition بتاع the collocation ده مهم او هو الproperty اللي بيها الانيمالز زي البات وزي الدونفنز بيعرفوا to locate their praise underwater طيب the organ used to recognize different colors اهو نسا بنقول الورجان عايزة اسم العوض هو ما حدش يكتب لي مثلا site لأن عايزة الورجان the organ used to recognize different colors تبقى الاي الاي هاي اللي بتrecognize او بتتعرف كنة recognize دي يعني يفرق او يتعرف على different colors طيب the organ used to recognize different odors odors يعني روائح يبقى الورجان اللي بيفرق بين الروائح ماينفعش اقول له برضو السميل لا انا عايزة اسم الورجان فيبقى النوز هنا بقى طالب لي في number 4 ده sense اهو the sense used to differentiate between smooth and rough surfaces السمس اللي بستخدمها علشان كلمة differentiate هي هيها زي distinguish هي زي recognize different between smooth and rough surface smooth يعني ناعم وراف يعني خشن فالحسة اللي بتخلينا نفرق بين الحاجة لسموس النعمة والخشنة هي الA هي التطش اسم الحسة نفسها مش عايزة مش عايزة الورجان طيب number 5 the return back of sound waves on hitting a solid surface لما الساوند بيرجع تاني نتيجة ان هو بيخبط في l-a في solid surface ده اللي هو echo اللي هو صاد الصوت echo صاد الصوت the return back of sound waves رجوع sound waves بعد ما تخبط في حاجة solid تبقى هي echo تمام كده خلصنا scientific term ندخل على complete complete the following sentences number 1 the dog uses the senses of what and what in guarding الكلب بيستخدم أنهي حواس في l-guarding في الحراسة بيستخدم الحواس بتاعت نقولنا الكلب عنده sharp senses of smell السense بتاعته عالية جدا وكمان hearing السمع بتاعه عالي جدا يبقى السمع والسمع والشم عالين جدا في l-a في l-dogs فعشان كده بيستخدموها في l-guarding طيب a human can pay attention to an alarm bell in case of danger through the sense of what a human can pay attention يعني الإنسان يستجيب أو ينتبه للألارم لل التنبيه يعني في حالة الأخطار مثلا لو في حريقة أو حاجة بقى فيه الصوت بتاع الانذار بتاع الحريقة through the sense of a alarm طبعا ده تنبيه يعني صوت يبقى sense of hearing عن طريق الحاسة بتاعت السمع طيب Dolphins have sharp senses of الدولفن عنده sharp sense of a الدولفن تمام نكمل الجملة sharp sense of a which they used to living organisms الحاجة لو بيستخدمها هتولوكيت عشان يعرف مكان living organism under water طبعا عندهم a sharp sense of hearing هو الحاسة بتاعت السمع القوية هي اللي بتخليهم يعرفوا أماكن الorganisms under water through the property بقى اسم الproperty نفسها هناخد بنا من كلمة property يعني الخاصية أو الظاهرة نفسها اسمها ايه اسمها echolocation through the echolocation property طيب we can identify number four we can identify the odor of flowers using the essence identify قولنا نتعرف على ال odor يعني ريحة ال flowers using the essence any essence ده smell احنا حاسة الشم اللي بتخلينا نعرف رائحة الظهور طب echo is the bouncing of what waves when they hit a solid surface الايكو أو صاد الصوت هو البouncing أو هو البouncing يعني يعني رجوع انهي waves when they hit a solid surface طبعا الايكو بيتعامل مع sound waves مع موجات الصوت فلما بيرجعوا تاني when they hit a solid surface ده بيبقى اسمه ايكو تمام كده خلصنا الكمبيت نيجي للcorrect زي underlined words number one the dolphin has sharp sense of touch يبقى كده الدولفن عنده sharp sense of touch ولا عنده sharp sense of hearing عنده sharp sense of hearing عنده حسة السمع بتاعته قوية طيب number two the dog uses its eyes to recognize odors of humans الدوك بيستخدم ال eyes بتاعته عنية علشان recognize انه يتعرف على ال odor of humans زي رائحة الانسان لا طبعا بيستخدم the sense of uses its ears لا لا nose بيستخدم النوز بيستخدم الانف بتاعته علشان يشم اللي بتاعت حسة الشم اللي هو النوز يبقى use its eyes يبقى ما ينفعش هنا اكتب له مثلا use its smell لا هو جايب لأورجن فانا هغير برضو مكانها بأورجن هو بيستخدم الأورجن نفسه مش بيستخدم الحسة يبقى uses its nose to recognize odor of humans طيب the fox uses its tail and ears to run away when it sees and hears its enemies يبقى الفوكس بيستخدم الديل بتاعه علشان to run away عشان يهرب من الانمس بتاعته ها ازاي بقى يستخدم التيل بتاعته بيستخدم ال ears ماشي اللي هو الودان وإيه تاني حاجة تانية بيشوف بها الأعداء بتاعته ال eyes يبقى بيستخدم عينيه والودان بتاعته عشان يقدر يهرب من ال اينمس بتاعته الأعداء بتاعته هل ينفع الدولفن ودوك هو الدولفن ما بيستخدمش ايكولوكيشن أصلا فالدولفن صح مين معاه تاني بيستخدم الايكولوكيشن برافو عليكم قولنا البات هي اللي بتستخدم الايكولوكيشن to property to hunt عشان يصطاد ويعرف أماكن الفرائز بتاعته نشي نمبر سيكس نجي ريزن فور the ايجيبشن منجوز make sounds ليه الايجيبشن منجوز بيعملوا أصوات بقى ما قلنا في الأول خالص انه هما بيقدروا يتواصلوا عن طريق الأصوات يبقى ليهما بيعمل الأصوات يبقى to communicate with other منجوز علشان يتواصل مع ال other منجوز بقى عشان يروحوا to find food أو to hide from danger أو أي حاجة يبقى to communicate كنكتبها بسهولة كده عشان communication with other mongoz يبقى عشان يتواصلوا مع المنجوز التانين فبيعملوا sounds دي طيب طبعا to find food or to hide from danger أو go away from a place if this place is dangerous طيب owls can hunt during the night ليه الowls بتقدر تصطاد during the night ليه بقى عندها خاصية دي بترف تصطاد during the night احنا قلنا نهي نكتورنا الانيمال وبعدين قلنا ان عندها extra ordinary senses of hearing and sight هنكتب كده because it has extra ordinary senses of hearing and sight مش عايز اكتب يعني بس كلمة extra ordinary دي كبيرة قوي ممكن اقول sharp ده extra ordinary كده نعمل بين قصين نكتب sharp senses of hearing and sight اللي هيرف يكتب extra تمام اللي مش هيرف يكتبها نكتب مكانها كلمة sharp senses of hearing and sight يبقى ليه الowls can hunt during the night because it has extraordinary senses of hearing and sight طيب late dogs are used in guarding give reason dogs are used in guarding ليه بستخدم dogs في الحراسة برضو عشان هما عندهم very sharp senses of mean and mean of hearing and smell هنقول كده because dogs have sharp senses of hearing and smell يبقى حسة السمع عنده قوي جدا وحسة الشم عنده قوي جدا فيقدر يشم اي خطر او اي حد غريب عن البيت مثلا فبستخدموه في guarding في الحراسة طيب ليه Dolphins number four Dolphins can hear all kinds of sounds ليه بقى بيقدر يسمع الدولفن بيقدر يسمع كل انواع الاصوات علشان الدولفن برضو has a super sense of because dolphins have super sense of hearing عشان احنا اتفقنا كمان الدولفن عنده حسة السمع بتاعته قوي جدا because Dolphins has super sense of hearing عشان كده بيقدر يسمع كل انواع الاصوات ثامان نيجي number seven what happens to the sound waves produced by a dolphin when they hit an object under water اللي هيحصل لل sound waves اللي produced by a dolphin اللي الدولفن عملها لما بيخبطوا في اي في اي object طبعا احنا عارفين ان sound waves لو تغبط في object بيحصل لهم اي الا bounce back bounce back يعني هترجع في شكل اي في شكل echo so the dolphin can locate the organisms under water او organism it spray بقى نكتب كده in sound waves what happens اي اللي هيحصل فنازم اشرح له بقى يبقى نقول the sound waves bounces back مش عايزين نكتب down back ممكن نكتب return back يرجع ماشي بيرجع بقى في شكل اي in the form of echo in the form of echo so dolphin can locate the object شونا اي اللي ما قال اي خبط في object ما قال ليش خبط في play ولا حاجة فانا قول can locate the object فانا طب يبقى هنا لو sound waves produced by a dolphin sound waves اللي الدولفن عملها و hit an object و خبطت object تحت المية هنقول in the form of echo في صورة echo في صورة صد صوت so the dolphin can locate the objects يقدر الدولفن يعرف مكان الاشياء او مكان الحاجة اللي الويف دي خبطت فيها تمام بيقول لنا هنا number 8 arrange the following steps هنا جايبلي ازاي الدولفن هيقدر يتعرف على الاصوات او الصد بتاع الصوت بتاع طيب اول حاجة عندي نقرأ بس الجمل كده نقول sound waves travel and hit the pray sound waves هتمشي وتخبط في the Dolphin in the form of an echo وبعدين هتخبط في الدولفن عشان تكون echo او ترجع تاني للدولفن عشان تكون echo زي echo ده بيساعد Dolphin to locate its spray ولا the sound produced by a dolphin is transmitted in the form of waves called sound waves عايزين نرتب بقى الكلام وطبعا مش هينفع نبتدي بان sound waves هتمشي تب هتمشي زاوية اصلا لسا ما انتجتش يعني لسا ما تكونتش فلازم اقول له اول حاجة ان sound waves produced by a dolphin تكونت الاول انتجت عن طريق الدولفن ده وبعد كده هتنتقل في صورة waves اسمها sound waves طيب هل sound waves بقى على طول هترجع يعني على طول الدولفن هيعرف to locate its spray ولا لازم sound waves الاول travel and hit the pray لازم تسافر الاول وتخبط في وبعد كده bounce back to the dolphin وترجع للدولفن بقى عشان نقدر to locate the pray اهو the echo helps the dolphin to locate the pray تمام طيب what's number 9 look at the following pictures then choose the correct answer عندي بقى صورتين هون في صورة dog وفي صورة dolphin في اول حاجة في اول سويل the sharpest senses that animal one has are الحواس القوية بتاعت animal one مين ومين touch and smell لا اه ما عندوش touch الكلب ده taste and sight ما عندوش taste and sight عندو hearing and taste لا ما عندوش hearing and taste عندو smell and hearing زي ما احنا قولنا حاسة الشام بتاعته قوية جدا وحاسة السمع كمان قوية جدا عشان بيسمع بيها الاصوات طيب animal one uses one or post of its sharpest senses in each of the following situations except يعني animal one ده اللي هو الدوب بيستخدم واحدة من الشاربست الاتنين بتاعته الشارب سنسز يعني او واحدة منهم في كل الستيطوشن دي ما عدم طب هو بيعمل identifying friends اه طبعا هو بيتعرف على friends بتاعته بيتعرف على الاصدقاء بتاعته هل هو بيعمل identifying the food اه بيتعرف على الفود بتاعته عن طريق حسة بتاعت السمع وعن طريق السمع بتاعته الشام recognizing strangers بيتعرف على الغرباء عن طريق حسة الشم الشام that animal 2 has احنا قلنا animal 2 ده اللي هو الدولفن الشارب السنس بتاعته هي طبعا الهيرنج هو حسة السمع بتاعت الدولفن بتكون قوية جدا تمام number 4 animal 2 uses its super sense in each of the following senses except situations except الانيمال 2 اللي هو واحد دولفن بيستخدم السنس بتاعته الحسة بتاعته القوية في كل situations في كل المواقف اللي جاية ما عادة حاجة واحد ما عادة ايه بقى هل بيستخدمها to avoid danger صح هل بيستخدمها to locate praise underwater صح بيتعرف عن أماكن الفرائز تحت الميا صح هل بيستخدمها to detect sense كلمة sense دي زي orders يعني رواقح كلمة sense دي يعني رواقح فهو بيستخدمها to detect sense of living organisms underwater يعرف الرواقح بتاعت الحاجات تحت الميا لا خالص وما بيستخدمهاش بيستخدم الهيرنج عشان يعرف أماكن الobjects underwater يتجنب المقاطر وعشان يعرف بتاعته فين تحت الميا فمش بيستخدمها عشان رواقح خالص طيب طيب احنا كده خلصنا التمرينات بتاعت lesson one for concept one point two نستنى ان شاء الله شرحوا بتاعت درس التاني وبعد كده التمرينات حل التمرينات بتاعته ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة